في هذا اليوم صدر اعلان وقف اطلاق النار خمسة وثلاثون عاما مرت على انتهاء الحرب العراقية الايرانية التي اندلعت في الرابع من ايلول عام الف وتسعمائة وثمانين بقصف ايران للمخافر والحقول النفطية العراقية وغلق مضيق هرمز في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في شط العرب والتنصل عن الوفاء بتنفيذ اتفاقية الجزائر الموقعة عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين بين البلدين اتجهت العلاقات بين العراق والنظام الجديد في ايران نحو مزيد من التأزيم والتشنج منذ بداية وصول الخميني الى سدة الحكم عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين وحديث اركان النظام الجديد عن تصدير الثورة الايرانية الى دول المنطقة ومنها العراق وان طريق تحرير القدس يمر بكربلاء اولا وهو ما اثار مخاوف دول المنطقة من التوجهات والنوايا الايرانية رفضت ايران كل المبادرات العربية والاسلامية والقرارات الدولية القاضية بوقف اطلاق النار والجنوح الى السلم وتأسيس علاقة حسن جوار جديدة بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل واصر الخميني على مواصلة هذه الحرب الى ان اقتنع باستحالة تحقيق اهدافه الرامية الى تأسيس نظام موال له في العراق بسبب الصمود العراقي والانكسارات العسكرية الكبيرة التي تعرضت لها القوات الايرانية في جبهات القتال اضطرت ايران متجارعة كأس السم وفق تعبير الخميني نفسه للقبول بالقرار الدولي بوقف اطلاق النار ذي الرقم 598 في الثامن من آب عام 1988 منهيا الاحلام الايرانية بالتوسع والنفوذ في العراق وغيره لكن الغزو الامريكي للعراق عام 2003 انعش هذه الاحلام من جديد ومنح ايران الفرصة الذهبية للانتقام من العراق وشعبه عبر ادواتها من الميليشيات وفرق الموت الطائفية التي عاثت في العراق قتلا وخطفا وترويعا بعد ان فشلت محاولتها الاولى عقب الهجوم الذي شنته امريكا وخلفاؤها عام 1991 واليوم تسعى ايران لتنفيذ حلمها القديم عبر ادواتها من احزاب فرضت سيطرتها على العراق برعاية امريكية في تناغم مفضوح بين من يفترض انهما عدوان لدودان اتفق على ادارة الصراع النفوذ بينهما بتخريب ممنهج يدفع العراقيون ثمنه كل يوم اشتركوا في القناة